بسم الله الرحمن الرحيم موضوع هذا الدرس هو ثناء القطب RL تناول في هذا الفيديو ان شاء الله انقطاع التيار والمعادلة التفاضلية وحل المعادلة التفاضلية إذن نعتبر التركيب بجريبي نعتبر التركيب بجريبي التالي وشيعة وموصي الأومي واسمام ثناء وشيعة تميز بمعامل التحيط L ومقاومة L واربين مقاومة الموصي الأومي إذن نطبق قانون إضافية توترات قانون إضافية توترات مع استعمال استلاح مستقبي إذن تيار UR و UL و US US توتر بين مرضي بين مرضي طيب إسمام ثناء يساوي تقريبا 0 إذن قانون إضافية توترات UR زائد UL يساوي 0 قانون أوم UR يساوي UR UR UL تساوي UR زائد LD لدت نعوض في العلاقة إذن UR 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 مقامة الكلية للدارة إذن UR 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 تساوي 0 وتسمى المعادلة التفاضلي التي تحققها شدة تيار عند طهرة انقطاع التيار أو عند تطبيق رطبة توطر نازلة بين مرضي طيب ثناء القطر RL يمكن إن قلنا المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة تيري يمكن أن نقسم أيضا على R ونجد E زائد على R دي إعلى الدت تساوي صفر حيث طو تساوي ألا لأ إذن E زائد طو دي إعلى الدت تساوي صفر هذا بنسبة لمعادلة التفاضلية بنسبة لحل قلنا يمكن أن نقسم أيضا على A على A E زائد ألا لأ دي إعلى الدت تساوي صفر ونضع الطو تساوي إلى الأر إذن تعطينا المعادلة تفاضلية E زائد طو دي إعلى الدت تساوي صفر بالنسبة لحل المعادلة تفاضلية يكتب على الشكل التالي E تساوي إلى الت تساوي A إكسفونسيال ناقص ألف ت زائد B بحيث A و B A و B و ألفا ثوابت A و B و ألفا ثوابت إذن بنسبة لحل المعادلة يكفي بالطبع لتحديد الثوابت ألفا و A و B نحدد ألفا و B بمعادلة تفاضلية باستعمال معادلة تفاضلية إذن اشتقاق E دي إعلى الدت تساوي ناقص ألفا A إكسفونسيال ناقص ألف ت نعود في المعادلة التفاضلية إذن R عامل ل E أي إكسفونسيال ناقص ألف ت زائد B زائد L دي إعلى الدت ت أي ناقص ألفا A إكسفونسيال ناقص ألف ت تساوي صفر ننشر هذه العلاقة R A إكسفونسيال ناقص ألف ت زائد R B ناقص ألفا L A إكسفونسيال ناقص ألف ت تساوي صفر تتحقق هذه العلاقة إذا كان إذا كان إذا كان R B تساوي صفر بعد تعميل هذه العلاقة إكسفونسيال ناقص ألفا L تساوي صفر أي B تساوي صفر وألفا تساوي R على L أي وحدة لط إذن قلنا تتحقق العلاقة إذا كانت R B تساوي صفر أي B تساوي صفر و R ناقص ألفا L تساوي صفر أي ألفا تساوي R على L أي وحدة لط ونكتب هذه المعادلة أو نحدد كذلك نحدد A بالشروط البدئية نحدد A بالشروط البدئية بدينا إلي صفر تساوي E صفر تساوي أهلا على R إذن E إلي صفر تساوي A إلي صفر صفر نعوض T T T بي صفر A إلي صفر زائد B تساوي E على R لما أن B تساوي صفر إذن A B تساوي صفر إذن A تساوي U على R ونجد المعادلة بدلالة T دلالة الزمن نعوض A ب U على R Exponential ناقص T على الطب بحيث ألف يساوي أحد على الطب لنجد أنه عبارة دلالة وسية دلالة وسية تناقصية قلنا نعوض A بالقيمة على R وبنعوض ها بصفر ونجد بأن إلي ت دلالة وسية تناقصية وكم الحوض الحوض بمسبة دلالة متصلة دلالة متصلة إذن هكذا نكون قد أنهينا هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وكذلك